السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في قناة محصيل غازالي لتصوير المشاريع والتجوال والصفار بمدر المغرب اليوم كانت توجده في مدينة الرباط وهذه التجهي ان شاء الله إلى برج محمد الساديس كانت توجده في مدينة الرباط بشارع ازيلال هذه الهبطة الشارع تسمى بشارع ازيلال كيف تشوفوا معنا فهذه الهبطة وهذه الشارع ازيلال في مدينة الهبطة سوف يكون شارع اخر وهو طريق عين حواله هذا الطريق هذا هي العين حواله انتظروا معنا انتظروا في طريق عين حواله انتظروا في طريق عين حواله كيف تشوفوا معنا انتظروا في البرج محمد الساديس مقريب لم يكن من هنا تقريبا 1-300 متر او 400 متر تقريبا على اليسار لنا كين مرجان مرجان مدينة الرباط هذا الطريق كيف تشوفوا معنا فيها الشجر على اليمين على اليسار صراحة مناظر جميلة جدا انتم تشوفوا معنا في الطريق طريق نظيفة جدا صراحة تبارك الله اليوم والاشجار مناطق خضراء جميلة جميلة جدا اه انتم احنا عادين معنا ونتعرفوا على البرج محمد الساديس وفي نوصلات الاشغال للتذكير اليوم الاحد اليوم الحد الساعة ما بين العشرة والحداش صباحا يعني في الويكند اه محمد الساديس كيبان ولينا احنا وصلنا عليه دابا بقي في مدينة الرباط احنا ندخل القنطرة دابا احنا تنتوجه فوق الواد ود ابي القراق اه ما بين الرباط وسالة ونفوتوا هذه القنطرة هذي ستسمى في مدينة سالة احنا دابا تجاوزنا مدينة الرباط ودخلنا مدينة سالة اي مدينة سالة ترحبوا بكم اه انتم معنا ونشوفوا الاشغال في الوصلات احنا دابا الاخوان هنا في الموقع برج محمد الساديس كيفما تتشوفوا معنا ها الاشغال فين وصلت احنا نصور لكم على اليمين وعلى اليسار احتفظوا فكرة على الاشغال الطبقة هذي تكون الثانية او الثالثة غير واضحة بالضبط المهم انتم معنا تتشوفوا غياب العمال لان كما قلت لكم قبيلة احنا نصوره في الويكند اليوم الاحد ما يكونوا العمال العمال لا يكونوا يرتاحوا كايها الناس مثل الجامعة في الويكند لا تكون الخدمة احنا دابا نصور لكم الموقع برج محمد الساديس بمدينة سالة انتم تشوفوا معنا الاشغال فين وصلت اعتبرك الله الاشغال متقدبة على اليمين البرج كاين واد ابي القراق اذا اعتبره اعتبره القنطرة 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 كما تشوفوا معنا برج محمد الساديس المتابعين الكرام نصور لكم هذا المشروع برج محمد الساديس جونة عظم طلبات من الاشخاص المتابعين الكرام نصور لنا هذا المشروع وفي نصلات الاشغال انتم تشوفوا معنا الاساس قريبه على اليمين ندبك كي توجد على بضعة امطار كي توجد المصرح الكبير والمصرح الكبير والبناء البيضاء وهذا اللي سنخصص لي واحد من نهار خاص فيديو خاص ونقدم لي ثاني معلومات كما تشوفوا معنا ركبان هذا محمد الخاميس وعلى اليمين سومعة حسان الوسط الطويلة كي توجد سومعة حسان كما تشوفوا معنا هذا الشريع باتماع على اليمين تجد مرجان الريباط مرجان مدينة الريباط هذه البلاسة الطريقة من جهة التوموبيلات فوق القنطرة قنطرة يقولون لها قنطرة الفيداء هي التي تفصل بين الريباط والسالة أي هذا الواد لا تفصل مدينة الريباط من الواد الهارة مدينة الريباط أما من هنا مدينة سالة نذكر بالمعلومات هذا البرج الذي يزعم شيئا جيدا هذا البرج طول 250 متر والمساحة 50 ألف متر مربع سيكون فيه 51 متر يسمى برج محمد الساديس كما ترى معنا تمول شركة بنجلون هذا الأشغال شركة تتخدم فيها شركة بلجيكية ومغربية المهندسين هذا البرج وهو مهندس مغربي و إسباني تذكير المعلومات الميزانية المشروع قلناها 4 مليار درهم كما ترى معنا هذه الطريقة تقولون طريق عين حوالها إذا قلناها قدرتها على الليصر من نجينة ستخرج في حسان مدينة حي حسان حي حسان ستخرج في حي حسان هنا كنت توجدون في الموقع كنت أريد أن نصور لكم الموقع كنت ترى بالطبط الموقع في نصور أعنتم أخلكم معا باقي كين الرافعات يعني الأشغال مستمرة جاءت عدة أسئلة حول تأخر هذا البرج المحمد الساديس المعلومات المتوفرة حسب المهندس المعمار الإسباني رفايين دي لاوت دي لاوت المهم قال بأن تشهيد هذا المشروع أي الساس هذا المشروع ستصيب على العمق 80 متر يعني كانت الأشغال تحت هذا البرج على 80 متر تحت الأرض وهذا ما لم نكن نعرف منه كنت نصوره لم نكن تشجب الأشغال تحت الأرض وهذا ما نصرح به المهندس الإسباني وطرحت عدة أسئلة حول تأخر المشروع ولكن ما لم نكن نعرف بالضبط هو كانت الأشغال تحت الأرض على عمق 80 متر يعني لم نكن نعرف هذا السبب هذا الأشغال على تأخرات كثيرا نحن كانت توجدون في الموقع هذا البرج ونحاول نصور لكم الأعلى الآن هنا كيف ترون نحاول نقطع التاريق لكي نصور البرج محمد السعديس من موقع آخر تابعوا معنا الفلوغ هذا ولا تنسوا هناك لايك وتعليق أو أي ملاحظة كنشكركم عليها ولكن أول ما تشاهل الفيديو نتمنى اشتراك ودعم القناة هناك نتوجد على البرج محمد السعديس على اليمين كيف ترون معنا في هذا الطريق هذا كما قلنا قبل هذا الطريق ما بين سالة والرباط هناك قنطرة فوق هذا الوار الذي يسمى قنطرة كالفيداء نصور البرج من زاوية وحدة أخرى كيف ترون معنا هذا الطريق ستخرج غابة أين حوالها ومن ثم ستجد حي السالة ستخرج في طريق روكات اثنان الذي كانت جلالة الملك في عامين أي طريق الذي تربط بين الرباط وسالة طريق مختصرة 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 إذا لم يكن تضيع على وقت ما بين سالة الرباط عن طريق المدينة طريق صراحة مختصرة التي كانت مرمتها كثيرا وقد صورتها في الفيديوهات وضعتها في الفيديوهات كما ترون معنا نتابع لحظة بلحظة الموقع برج محمد السادس مع ذكر بعض الأحداث المهمة كما ترون معنا المهمة لا يزال مستمرين كما ترون هذه الرافعات في الأشغال هنا أمام المصرح الكبير كما ترون معنا هذه القنطرة المشيتي من النهاق تخرج في برجان مدينة الرباط إذا طلعت معها الفوق تخرج المصرح الكبير المصرح 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 سوف نتحدث عليه مرة أخرى سوف نرى المستجدات حيث سمعت بأن انطلاق العدل في نهاية الأشغال هنا كما ترون في هذا الثالث هذا القاعدة هذا سوف نتحدث من أركض المكور المصرح المصرح أو قاعدة هنا السواري من أن تكون السواري تكون الثالث هنال من هنا أجل هذه لنشير لكما تقوم وحن تضبطت من بلاصة لتحدث في قائداتها هي قريبة لتطبع في حالة البلاصة البلاصة اليسار ومن هنا يزع مكينة لتطبع في حالة تطبع مقاعدة كاملة كما سترى معنا هذا الرافعة الصفراء تقولها رافعة باللغة العربية والقروة تقولها بلغة الدارجة أي لغة البناية الضوء لهذا الرافعة الصفراء وهي رافعة الأتقال أي حاجة عندها علاقة بالأشغال موقع الأشغال أي حاجة تقيلة فهي تتكلف بالرفع لأكيد تكون عندها واحدة قيدية من الفوق وتعزو أي حاجة عندها علاقة بالتقل فهي تتكلف بها سواء الحديد سواء أي حاجة المهم أريد أن نوضي لكم الدور إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونه في جيم والاشتراك في القناة وعندكم أي ملاحظة في هذا الفيديو فخلوهنا في تعليق ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله ولأعجبكم هذا النوع للتعليق لا تنسونه بأي ملاحظة عندكم اضعوها لنا في التعليق شكرا لكم بزاف شكرا لكم